الانفجارات والهجمات الغامضة عادت من جديد إلى الداخل الإيراني في ظل ظروف صعبة تمر فيها مفاوضات فيينا النووية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الأحداث هي تمت في نقطتين مهمة جدا في الداخل الإيراني الأولى هي في العاصمة الإيرانية طهران والثانية هي في ميناء بندر عباس في جنوب إيران دعونا نبدأ من طهران ثم ننتقل إلى ميناء بندر عباس ما جرى في طهران هو جرى بهذا الشكل انفجار غريب وغامض على أنبوب للغاز موجود في جنوب غرب طهران كما ترون هنا بهذا الشكل هو تم في منطقة صحراوية فارغة ليس فيها مباني فيها سكان مثلا على سبيل المثال احتاجوا إلى إخلائها أو غيرها وبالتالي ليس هناك جرحة أو قتلى ولكن واضحة الخسائر المادية من طبيعة هذا الانفجار الذي تم بهذا الشكل وما أكثر هي الهجمات والانفجارات التي تتم ضد هذه الأنابيب إذا هي أنابيب الغاز أو أنابيب النفط وغيرها من الأنابيب الحيوية بالنسبة لإيران الآن بالنسبة للحادث الثاني الذي تم طبعا في ميناء بندر عباس هذا هو ميناء بندر عباس تم في إحدى النقاط المهمة جدا لهذا الميناء اللي هي هذه النقطة المتمثلة بحوظ جاف ونقصد هنا بالحوظ الجاف هو حوظ لتصنيع السفن الحربية وهو الحوظ الرقم اثنان دعونا نقترب من هذه النقطة لنلاحظ تماما ما الذي تم هذه الصورة القادمة من جوجل إيرف من الشهر الماضي شهر دعا شهر نوفمبر تحديدا هي تمت بهذه النقطة هذا هو الحوظ رقم اثنان لصناعة السفن والحادث طبعا هو طال هذه السفينة التي ترونها هنا بهذا الشكل هذا هو حوظ الرقم واحد طبعا الذي لم تكن فيه سفينة كما هو واضح وهو طال هذه السفينة التي هي تابعة إلى البحرية الإيرانية العسكرية واللي صار بهذه السفينة إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة ما جرى فهذا الحادث قد يكون هو أيضا حادثا غامضا غريبا أدى إلى مقتل أحد العساكر الإيرانيين انقلبت بهذا الشكل هذه السفينة وكان فالتحادث عجيب لم يأتي إليه أي تفسير ولم يكن هناك أي تفسير من السلطات الإيرانية حول ما جرى وبالتالي هو يدخل في طريقة غريبة أنه كيف لهذه السفينة أن تنقلب بهذا الشكل وأن تؤدي إلى مقتل أحد العناصر المهمة العناصر العسكرية الإيرانية فبالتالي هذه الحوادث تظل عليها علامة استفهام وتعجب ولكن في نفس الوقت هناك بصمات إسرائيلية واضحة في هذه القضية التي جرت هذه السفينة التي نتحدث عنها هناك شخص مهم جدا اسمه كريس بيگرز وهو كبير المحللين في إحدى الشركات لتحليل البيانات اسمها هوك آي 360 أكد عبر الأقمار الصناعية التي طلع عليها من أحدث الأقمار الصناعية أحدث من الصورة التي أظهرتها لكم الآن بأنه فعلا هذه السفينة بهذه النقطة هي انقلبت بهذا الشكل بحسب التحليلات الخاصة ولكن أيضا أثبت كريس بيگرز بأن هذه العملية كلها تمت وظهرت بهذا الشكل لم حللوها في يوم 4.12.2021 أي بما معنى قبل ثلاثة أيام أي بما معنى بأن حادث السفينة تم أولا وبعدها صار انفجار انبوب الغاز في جنوب غرب طهران وهذه السفينة التي نطلع على تفاصيلها هي سفينة كما تحدثنا هي تابعة إلى البحرية الإيرانية اسمها طلائية كان اسمها شيراس في السابق وبعدها تحول اسمها إلى طلائية وهذه السفينة هي للرصد والتجسس ويصل وزنها إلى 1500 طن ولديها أمكانية على حمل المروحيات سفينة مهمة جدا وهي أيضا تنتمي إلى فئة من السفن التابعة إلى البحرية الإيرانية فئة مهمة جدا اسمها فئة موج ومن أبرز السفن التابعة لفئة موجية هذه السفينة الحربية اللي اسمها سهاند وكذلك هذه السفينة اللي اسمها جامران سفن حربية مهمة جدا بالنسبة للبحرية الإيرانية وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حادث ضد البحرية الإيرانية والسفن التابعة لها والتابعة إلى الجيش الإيراني بل أن قبل ستة أشهر كانت هناك عملية هائلة جدا أدت إلى احتراق هذه السفينة التي تعتبر أكبر سفينة تابعة إلى البحرية الإيرانية وتمت هذه العملية في ميناء مختلف هذا هو ميناء بندر عباس الذي تحدثنا عنه تقريبا هي تمت في ميناء جاسك هذا هو مضيق هرمس طبعا كما ترون وفي ميناء جاسك تقريبا بهذه النقطة احترقت هذه السفينة بشكل هائل للغاية إلى درجة يعني أن هذه السفينة عندما احترقت يعني كان هناك قلق كبير على الطاقم الخاص بهذه السفينة وكما تلاحظون طبيعة احتراق كبيرة جدا يحتاجوا إلى 20 ساعة حتى يطفون أو يحاولون لمدة 20 ساعة حتى يخمدون الحريق الموجود في هذه السفينة ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك وغرقت هذه السفينة التابعة إلى البحرية الإيرانية لكنهم نجحوا في إخلاء الطاقم الخاص بها ولم يقتل أو يجرح أحد فيها فلذلك هذه ليست بالمرة الأولى كما نتحدث نحن ولكن هذه القضية وبالحديث عن الأمور الداخلية والهجمات الداخلية أيضا هناك هجمات خارجية صارت فجرة هذا اليوم من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ونحن نتحدث عن عملية هي صارت على هذا الميناء المهم جدا اللي هو ميناء اللاذقية في سوريا على البحر المتوسط الصواريخ الإسرائيلية فجرة هذا اليوم ضربت هذا الميناء بهذا الشكل بعد عمليات تجسسية كبيرة جدا بحسب الأوساط الإسرائيلية أكدوا بأنه كانت هي عبارة عن كونتينرات أو حاويات فيها أسلحة دقيقة تابعة إلى الميليشيات الإيرانية قاموا باستهدافها والاستهداف طبعا هو جاء بهذا الشكل فجرة هذا اليوم الانفجارات لم تكن عادية أبدا من طبيعة هذا القصف كما تلاحظون هذا القصف بهذا الشكل كانت هناك عمليات تحليق قبل هذا القصف بستة إلى سبع ساعات من طائرات استخبارية إيرانية إلكترونية عفوا استخبارية إسرائيلية إلكترونية كانت تطير ولاحظة هذه الكونتينرات والحاويات هي التي جاءت إلى اللاذقية وطبعا تم الاستهداف بهذا الشكل الذي نتحدث عنه وإذا ما حاولنا أن نعرف بالضبط بالقمر الصناعي أين تقع هذه الضربة التي نتحدث عنها الآن بالملاحظة هذه الصورة في بداية الانفجار وبداية الاحتراق نلاحظ أن الانفجار بهذا الاتجاه فإذا نظرنا مثلا من هذه الصورة إلى هذه الرافعات هذه الرافعة الأولى هذه الرافعة الثانية وهذه هي رافعة التفريغ الحمراء بهذا الاتجاه توضح أن الانفجار يعني جاء خلف رافعة التفريغ تقريبا وبالتالي على هذا الأساس إذا ما جئنا نقارن الصورة بالأقمار الصناعية فسنلاحظ هذه هي رافعة التفريغ التي تحدثنا عنها هذه هي الرافعة الأولى التي أشرنا عليها وهذه هي الرافعة الثانية وبالتالي نحن نتحدث عن انفجار تم بهذه النقطة تقريبا على بعد 130 مترا بهذا التقدير صارت الضربة بهذا الاتجاه وبالتالي هي تعتبر ضربة دقيقة جدا ضد هذه الكونتينرات والحاويات التي انفجرت بشكل كبير هذه كل هذا تصير في ظل ظروف صعبة جدا تمر على مفاوضات فيينا مع إيران الآن الذي يصير هناك عرقلة كبيرة جدا إيران اللي سوتها من خلال الجولة اللي عادة والهوية طبعا تعتبر الجولة رقم سبعة اللي سووا الإيرانيين قدموا وثيقة إلى الدول اللي تتناقشها في هذه المفاوضات وقالوا في هذه الوثيقة بأنه احنا عندنا مقترحات توافقون على هذه المقترحات ستنجح عملية المفاوضات النووية ونعود إلى الاتفاقية النووية بالطريقة اللي انت تريدوها المشكلة أن ألمانيا رفضت هذه الاقتراحات مباشرة بعد دراسة معمقة رفضوها تماما وقالوا لن نرضى عنها لأنه هذه رح تدمر كل ما تم الاتفاق عليه في الستة الجولات الماضية وبالتالي هم طلبوا الآن من إيران يا إيران تعالي قدمي مقترحات جديدة واقعية ممكن أن تتناسب بما تم الاتفاق عليه في الجولات الستة ونريد هذا منك يا إيران في الجولة الثامنة القادمة المتوقع أن تتم نهاية هذا الأسبوع والمتوقع أن تتم الخميس القادم ننتظر التأكيدات حول هذا الموضوع بكل تأكيد ولكن هذه لا زالت أمور مختلف عليها وتصريحات قلقة جدا من العديد من الأطراف واحدة من الأطراف هي الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما جعل الإسرائيليين بالإسراع بسرعة كبيرة جدا اليوم رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنيع هذا الرجل توجه مباشرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وهذا الرجل بمجرد وصوله بحسب الأنباء أكدت بأنه هو يحمل الكثير من المعلومات الجديدة التي لم تطرح على الإعلام حول القضايا والتقدم النووي في الداخل الإيراني وكذلك لديه هدف يريد أن يحققه كشفته التايمز أوف إسرائيل وكذلك هارت شوف شون اللي قالته هنا تايمز أوف إسرائيل سيسعى بارنيع إلى إقناع القيادة الأمريكية بعدم السعي إلى اتفاق مؤقت لا يرى فيه عودة إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق وبدل من ذلك السعي إلى حجد الدعم الدولي لفرض عقوبات صارمة على طهران وكذلك بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي سيكون أيضا غدا في واشنطن وبالتالي هم يحاولون أن يزيدون من الزخم وتواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المعلومات الاستخبارية وبالبحث عن عمليات عسكرية محدودة من أجل تحقيقها ضد إيران بشكل مباشر